حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شيهاب عن أبي بكري بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامين المخزومي عن أم سلمة ابنة أبي أميتا بن المغيرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشية أمنا على ديننا وعبدنا ألها لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه فلما بلغ ذلك قريشا اعتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جدين وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربعتا بن المغيرة المخزومي وعمري بن العاصي بن وإيل الساهمي وأمروهما أمرهم وقالوا لهما ادفعوا إلى كل بطريق هديةه قبل أن تكلموا النجاشي فيهم ثم قدموا للنجاشي هداياه ثم سألوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم قالت فخرج فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي ثم قال لكل بطريق منهم أنه قد صبا إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فراقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بديء مبتدعا لا نعرفه نحن ولا أنتم وقد بعثنا إلى الملك الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم فإذا كلمنا الملك فيهم فتشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلموا بما عابوا عليهم فقالوا لهم نعم ثم إنهما قرب هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما ثم كلمه فقالا له أيها الملك إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء فراقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بديء مبتدعا لا نعرفه نحن ولا أنت وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من أبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم فهم أعلى بهم عينا وأعلموا بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه قالت ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمري بن العاصي العاصي من أن يسمع النجاشي كلامهم فقالت بطارقته حوله صدقوا أيها الملك قومهم أعلى بهم عينا وأعلموا بما عابوا عليهم فأسلمهم إليه ما فليردهم إلى بلادهم وقومهم قال فغضب النجاشي ثم قال لها الله أي والله إذن لا أسلمهم إليهما ولا أكد قوما جاوروني ونازلوا بلادي واختروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ماذا يقول هذاني في أمرهم فإن كانوا كما يقولاني أسلمتهم إليهما وردتهم إلى قومهم وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم مجاوروني قالت ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم فدعاهم فلما جاءهم رسوله اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا جئتموه قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كئن في ذلك ما هو كئن فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله سألهم فقال ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في دين ولا في دين أحد من هذه الأمام قالت فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحم ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعففه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما ما كنا نعبد نحن وأباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقف المحصنة وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام قال فعداد عليه أمور الإسلام فصدقناه وأمنا به واتبعناه على ما جاء به فعبدنا ألها وحده فلم نشرك به شيئا وأحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأمن السحل ما ما كنا نستحل من الخبائث فلما قهرونا وظلمونا وشق علينا وحال بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سوك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك قالت فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء قالت فقال له جعفر نعم فقال له النجاشي فقرأه علي فقرأ عليه صدرا منك هايعص قالت فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم ثم قال النجاشي إن هذا والله والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكات واحدة انطلق فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكد قالت أم سلمة فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاصي والله لا أنب أنهم غدا عيبهم عندهم عندهم ثم أستأصلوا به خضراءهم قالت فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفون قال والله لا أخبير أنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد قالت ثم غدا عليه الغد فقال له أيها الملك إنهم يقولون فعيسى بن مريم قولا عظيما فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه قالت فأرسل إليهم يسألهم عنه قالت ولم ينزل بنا مثله فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه قالوا نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبينا كئنا في ذلك ما هو كائن فلما دخلوا عليه قال لهم ما تقولون في عيسى بن مريم فقال له جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاء به نبينا نبينا هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول قالت فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال فقال وأنخرتم والله اذهبوا فأنتم سيوم بأرض والسيوم الآمنون من سبكم غرما ثم من سبكم غرما فما أحب أن لي دبرا ذهبا وأني أذيت رجلا منكم والدبر بلسان الحبشة الجبل ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها فوالله ما أخذ الله من الرشوة حين رد علي ملك فأخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس فيه فأطيعهم فيه قالت فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به وأقمنا عنده بخير دار دار مع خير جار قالت فوالله إن على ذلك إذ نزل به يعني من ينازعه في ملكه قال فوالله ما علمنا حزنا قطو كان أشد من حز حزناه عند ذلك تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه قالت وسار النجاشي وبينهما عرض النيل قالت فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر قالت فقال الزبير بن العوام أنا قالت وكان من أحدث القوم سنا قالت فنفخوا له قربة فجعلها في صدره ثم صبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم ثم انطلق حتى حضرهم قالت ودعونا الهل النجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له له في بلاده واستوسق عليه أمر الحبشة فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن مسلم بن عبد الله بن شيهاب عن أبي بكري بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامين المخزومي عن أم سلمة ابنة أبي أميتا بن المغيرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشية أمنا على ديننا وعبدنا الهل تعالى لنؤذى ولنسمع شيئا نكرهه فلما بلغ ذلك قريشا اعتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جدين وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة وكان من أعجب ما يأته منها إليه الأدم فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيع اعتاب بن المغيرة المخزومية وعمر بن العاصي بن وإيل السهمية وأمروهما أمرهم وقالوا لهما ادفع إلى كلي بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشية فيهم ثم قدموا للنجاشي هداياه ثم سألوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم قالت فخرج فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار وخير جار فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشية ثم قال لكل بطريق منهم أنه قد صبا إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فراقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بديء مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم وقد بعثنا إلى الملك الملك فيهم أشراف قومهم لنردهم إليهم فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلموا بما عابوا عليهم فقالوا لهم نعم ثم إنهما قرب هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما ثم كلمه فقال له أيها الملك إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء فراقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بديء مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من أبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم فهم أعلى بهم عينا وأعلموا بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه قالت ولم يكن شيء أبغضوا إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمري بن العاصي العاصي من أن يسمع النجاشي كلامهم فقالت بطارقته حوله صدقوا أيها الملك قومهم أعلى بهم عينا وأعلموا بما عابوا عليهم فأسلمهم إليه ما فليردنهم إلى بلادهم وقومهم قال فغضب النجاشي ثم قال لا هادم الله إذن لا أسلمهم إليهما ولا أكد قوما جاوروني ونازلوا بلادي واختروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذاني في أمرهم فإن كانوا كما يقولاني أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني قالت ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم فلما جاءهم رسوله واجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا جئتموه قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله ليسألهم فقال ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في دين ولا في دين أحد من هذه الأمام قالت فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طارب فقال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحم ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعففه فدعان إلى الله تعالى لنوحده ونعبده ونخلع ما ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمر بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهان عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقف المحصنة وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام قال فعداد عليه أمور الإسلام فصدقناه وأمنا به واتبعناه على ما جاء به فعبدنا ألها وحده فلم نشرك به شيئا وأحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا فعدى علينا قومنا فعذبونا ففتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأمن السحل ما كنا نستحل من الخبائث ولما قهرونا وظلمونا وشق علينا وحال بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك قالت فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء قالت فقال له جعفر نعم فقال له النجاشي فقرأه علي فقرأ عليه صدرا من كها يعص قالت فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم ثم قال النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة انطلق فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكد قالت أم سلمة رضي الله عنها فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاصي والله لا أتي أنه غدا أعيبهم عنده عنده ثم أستأصل به خضراءهم قالت فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفون قال والله لا أخبير أنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عليهما السلام عبد قالت ثم غدا عليه الغد فقال له أيها الملك إنهم يقولون فعيسى بن مريم قولا عظيما فأرسل إليهم فاسلهم عما يقولون فيه قالت أم سلمة فأرسل إليهم يسألهم عنه قالت ولم ينزل بنا مثلها فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه قالوا نقول والله فيه ما قال الله سبحانه وتعالى وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن فلما دخلوا عليه قال لهم ما تقولون تقولون في عيسى بن مريم فقالا له جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه نقول فيه الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول قالت فضرب النجاشي يده على الأرض فأخذ منها عودا ثم قال ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود فنخرت بطارقته حوله حين قال ما قال فقال وأنخرتم والله اذهبوا فأنتم سيوم بأرض والسيوم الآمنون من سبكم غرما ثم من سبكم غرما ثم من سبكم غرما فما أحب أن لي دبر ذهب وأني أذيت رجلا منكم والدبر بلسان الحبشة الجبل ردوا عليهم هداياهما فلا حاجة لنا بها فوالله ما أخذ الله من الرشوة حين رد علي ملك فأخذ الرشوة فيه وما أطاع في الناس فأطيعهم فيه قالت فخرج فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليه ما ما جاء به وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار قالت فوالله إن على ذلك إذ نزل به يعني من ينازعه في ملكه قالت فوالله ما علمنا حزنا قطو كان أشد من حز حزناه عند ذلك تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه قالت وسار النجاشي وبينهما عرض النيل قال فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر قالت فقال الزبير بن العوام رضي الله عنه أنا قالت وكان من أحدث القوم سنا قالت فنفخوا له قربة فجعلها في صدره ثم صبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم القوم ثم انطلق حتى حضرهم قالت ودعونا ألهي تعالى للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده واستوثق عليه أمر الحبشة فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة ترجمة نانسي قنقر